اعلنت الحكومة السودانية موافقتها على قيام رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير بدور الوسيط بينها وبين متمردين يقاتلون في منطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين المتاخمتين لدولة جنوب السودان ويقاتل متمردون ينتمون الى هاتين المنطقتين الحكومة المركزية منذ عام 2011 بدعوة تهميش جنوب كردفان والنيل الأزرق سياسيا واقتصاديا امتنان ام محاولة لرد الجميل فالخرطوم التي شكلت بوصلة السلام في جنوب السودان توافق على عرض جبال الوساطة وانهاء النزاع في النيل الأزرق وجنوب كردفان ورغم تحفظ مراقبين حول جدوى الخطوة يرى اخرون انها قد تكون اللبنة الاولى لحسم ملف النزاع في المنطقتين انا ما قادر افهم الخطوة ولا ارى معنى لها لانه الوساطات دايما تحاول ان تفتح قنوات الحوار المكفولة ولكن بين الحكومة والحركة الشعبية الشمال القنوات مفتوحة كان هناك لغاية في هادس ابوة قبل اشهر انتهى لسبوع الموضوع الحوار في جوهانس بيري اعتقد ان قدرة الرئيس الفكير وحكومة الجنوب في الضغط على الحركة الشعبية الشمال هذه القدرة ايضا ضعفت ولذلك اعتقد ما يمكن ان يمارسوا من ضغوط او يقدموا من اسهامات سيكون محدودا جدا وخادت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال جولات عديدة تبنتها الالية الافريقية رفعة المستوى بقيادة ثامبو امبيكي منذ بداية النزاع منذ سبع سنوات الا انها جميعا فشلت في التواصل الى خارطة طريق مرضية لكافة الاطراف نفس الفكير كغاية وقتها في المفاوضات التي كانت في نايروبي وله علاقة وطيطة مع الغيادات الان على قطاع الشمال وبالتالي له القدرة ان يتحرك في هذا الملف وان يغنع القطاع الشمال في انهم يدخلوا في مفاوضات مباشرة مع الحكومة السودانية حتى يتمكنوا من التجاوز هذه الازبة وتشكل الترتيبات الامنية والمسارات الانسانية اكثر الملفات الخلافية على مائدة التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية كما يشكل المحور السياسي تحديا كبيرا لسيما بعد الانشقاقات التي شهدتها الحركة الشعبية لتحرير السودان العام الماضي وحدة بعد امتصال هكذا تقرأ السورة فالخرطوم الذي كانت الراعية والضامنة للسلام بدولة جنوب السودان تتبدل الادوار مع جوبا لإحلال السلام في نيل الازرق وجنوب كردفان سالي عثمان تلفزيون العربي وينضم الينا من الخرطوم مالك محمد طه رئيس تحرير صحيفة الرأي العام يعني كيف يمكن أن نفهم طلب الوساطة هذه هل هو امتنان من الشمال نحو الجنوب ودعوة بطريقة أبوي أخرى إلى عودة أجواء الوحدة بين الجانبين أم لأن الجنوب يتحكم بالفعل في هؤلاء المتمردين وله ما يمكن أن يقوله في الأمر هو ليس طلب للوساطة ولكنه قبول بوساطة من دولة جنوب السودان بخصوص إحلال السلام في منطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق الوساطة قبلت من جانب الحكومة السودانية أيضا أضيف أنها وساطة في إطار محدد بمعنى أن هناك منبر تتفاوض عليه الحكومة السودانية والحركة الشعبية التي تسيطر على بعض أجزاء من جنوب كردفان والنيل الأزرق هذا المنبر برعاية الوسيط الثامب وانبيكي لكن الدور المطلوب من جنوب السودان هو الضغط إذا صحت العبارة أو محاولة جرى الطرف المتعنت إلى القبول بالمعقول من المطالب خاصة وأن هذه المناطق منطقة جنوب كردفان ومنطقة النيل الأزرق هي منطقة على الحدود بين جنوب السودان وبين السودان ومن هنا سؤالي الآخر سأت على سؤالك سأت على سؤالك سأت على سؤالك على هذه الحركات المتمردة لذا يفترض أن تلعب دورا مثل هذا الدور الذي قبلته أرطوم نعم أنا أقول استكمالا لما ذكرته أن هذه المناطق التي تقع في الحدود بين البلدين من غير المناسب أن تكون جزيرة مضطربة في وسط يريد أن ينعم بالسلام جنوب السودان الآن هو في وارب أن ينعم بالسلام بفعل المساعدات قدمت له من الخرطوم ربما من باب رد الجميل هذه واحدة من الاعتبارات الشيء الآخر هناك تأثير كبير هناك دعم لوجستي وعسكري كان يتم من دولة جنوب السودان للحركات المتمردة في جنوب كردوفان والنيل الأزرق هناك مراعاة إلى أن عملية السلام في جنوب كردوفان والنيل الأزرق يمكن أن تنعكس إيجابا وتعزز العلاقة الأخذة في التحسن بين الخرطوم وجبة كل هذه المعطيات ماثلة ويمكن أن تكون هي واحدة من الأسباب التي دفعت سيل باكير مارديت رئيس دولة الجنوب للقيام بالوساطة ودفعت بالمقابل حكومة الخرطوم للقبول بهذه الوساطة مالك محمد طهر رئيس تحرير صحيفة الرأي العام حدثنا من الخرطوم